موسيقى السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا بكم طلاب المرحلة الاولى معكم الاستاذ حمد نجم النوفلي واليوم راح نشرح لكم مادة الصوت المرحلة الاولى المحاضرة رقم 3 بهاي المحاضرة راح نشرح أصوات العلة طويلة طبعا أصوات العلة طويلة هي قليلة وسهلة كل شيء لذلك ركزين مزين ولا تنسى تحفظ الأمثلة تعالوا يعني زين أصوات العلة طويلة من اسمهن يعني صوت علة طويلة وكل أصوات العلة طويلة بها نقطين ليش هالنقطتين موجودة؟ دلالة على ان هذا الصوت طويل يعني عندما ألقى نقطتين دلالة على ان هذا الصوت هو صوت علة طويل لونغ فاول هاهي زين خوش حاجي زين عدد أصوات العلة هم خمسة الطويلة عددهم خمس أصوات فقط لانجليزي لونغ فاول خلينا نروح واحد واحد أول صوت هذا هو صوت الإي صوت كلش سهل بيدمد بيمد كلش إي 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 ما يحتاج لأي مشكلة ودائماً راح نلقى بالكتابة على شكل حرف الإي أو دبل إي دائماً راح نلقى بهذه الشكلين بس مو قاعدة ها؟ أرجع و أقول لك مو قاعدة زين ماذا عندك كلمة ميت ايت وهنا لجانب كلمة كي وهي طلب يفضونها كي هي غلط مو كي هاي ثلاثة كي اذا ميت هذا انا اسميه ابو الابتسامة العريضة جدا باوع بالمحاضرة السابقة اشرحنا ايه هذا تن هذا هم ابو الابتسامة ابتسامة تكون قليلة هذا يكون كلش الابتسامة كبيرة بيها فلذلك نقول ميت ايت كي مثلا عندك كلمة مثلا فييد اي 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 كي والاخري هذا هو الصوت الاول توقف الفيديو تكتبه كل واحد عشر مرات بالانجليزي وقدام الرسم الصوتي مثل ما انا علمتك اكتب ام ميت وافتح قوس اكتب ام وحط واحد نقطة وهيش صارت ميت واسده قوس مال الرسم الصوت هذه النقطة الشارحتين معناها هذا الرسم صوتي ميت ايت كي مو كي كي حلو زي وهو وي اكتب امثلا على هذا الصوت صوت الثاني صوت رقم تسعة وهو صوت ال هذا الصوت دائما 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 راح ينلقاه على شكل اي ار بنص الكلمة كتب هناك ملاحظة صوت التاسع راح نلقاه على شكل اي ار بنص الكلمة مثل كلمة هاد ستاات كاات ا ا ا ا ا هش كاات ستاات كاات طبعا الار ما يلفظ ممنوع تلفظ الار الار ما يلفظ يعني شوف انا حتى بالرسم الصوتي طبعا هوي طلاب راح يخطؤوني بهذا الصوت يعني مثلا عندي كلمة هارد موهي تشي بالرسمة هاي الكلمة شوف الاش راح اكتبه الار راح تصير على شكل اه والنوب دي طيب والار وينه هذا الار ماكو لين ما يلفظ يعني انا ما اقول هارد غلط اقول هاد هاد هيتش تلفظ هاد شوف تواهي صار بالرسم الصوتي هاد شوف هنا ستاات كاات اذا تلاحظ لي هذه الكلمة شوف ليها كاات بالرسم الصوتي شوف اشلون سويتها انا شوف اشلون سويتها قلت ايه تشي حطيت قوس وقلت حطيت قوس بعدين قلت كي ليش قلت كي لين هذا لفظته كي بعدين حطيت صوت الار هذا طويل يما نقطين علامة ما لطول بعدين كاات كاات شوف ماكو ا لين ما لفظنا الار يعني الار ما يلفظه استاذ مواني الفظ الار لا لا تلفظه بعد حسنا طيب زين نغير اللون هنا نغير اللون الصوت اللي بعدها هذا التسعة بس شوية هذا صوت الـ E هذا صوت الـ A وهذا صوت الـ O هذا صوت العاشر هو الشفايف تكون بيه دائرية ومفتوحة شوية مثل بول او او سبوت هوس شوف شوف ما انا اقول او شوف الشفايف وكأنها مرفوع علي فوق ايش صايرات ايش ايش شوف شون صايرات الشفايف بول سبوت طبعا الـ R ايضا ما يلفظ هنا سبوت هوس شوف شون ينكتب ايتي ويما نقطين شوف بول سبوت هوس سو مثل هج او بول سبوت هوس شوف اذا الصوت هذا كلش سهل باوع لي ايش هنا كلمة بول شوف هذي كلمة بول بول هذي هي من جهة انا يسوي لها رسم صوتي. شون قلت؟ افتحت قوس وقلت حرف البي وعطيت صوت الاو وحطيت الوحدة وسديت القوس. طيب عندي سؤال ليش الال ليش الال خذناه واحد من عنده؟ لين لفظناه مرة وحدة؟ طيب. زين عندي سؤال هنا اكو معلومة تفيدكم. اي كلمة هذا الصوت صوت الاو هيشي دائما نلقاه على شكل حرف الاي وبعدها دابل الال يعني هيشي. مثل مثل بول مثل سمال مثل بول خبناها بول مثل فول والى اخيره. فاي كلمة تنتهي باي وراها دابل ال راح نحط هذا الصوت. هاي ملاحظة ايضا. تساعدكم. مثل بول سمال فول ما ده بكر. هو هناك. طيب. او يجيني مرات على شكل او ار او يجيني مرات على شكل او ار. شوفوا. مثل سبوت هوس. اذا تلاحظوا كلمة هورس هي مكتوبة هيش. هورس. من جيت انا يسوي لها رسم الصوتية كتبت لها. فتحت قوس كتبتها. وحطيت اي هيشي. شارحت هذا صوت الاو. وبعدين اشغلت اس. هورس. زين. الار وينه؟ الار ما يلفه. زين. كوي هنا. انا ما كاتب ناسي. زين. ال اي ما كتبناها. ليش؟ لان احنا ما لفظناها. احنا اشقلنا قلنا هورسي. وقلنا هوس. 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 الار ما كو. لذلك. اذا تلاحظوا. انا شو سوتي هنا بالرسم الصوتي. باوعلي شوف الكلمة شلون سوينا لها الرسم الصوتي. شوف شو سوينا. هاي مو هوس. شوف شو سوينا. هوس. بس اح اتش. هاده حرف الاتش. بعدين اكو صوت الاو. بعدين اس. شوف شوف شو صارها. هوس. تابهلي زين. عالي. طيب. انا ما اريد لعب بيها. مش كنت لعب بيها. تلعب طوبة. صير. طيب. نيجي على الصوت اللي بعده. الصوت اللي بعده. هذا. هذا الصوت. يصير. اه. باد. 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 شوف شلون قايل يعني. تحس واحد مظلوم يعني. حس نفسك مظلوم. هذا الصوت قبل مظلوم ما نسمي. باد. 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 لار ما يلفظ. باد. واد. س. تشوف شوف شو نسوي لنا رسم صوتي. انا عندي كلمة باد. جا تسوي لها رسم صوتي. فتاح قوس. كتبت الباد. و اي ار راح اكتب على شكل هذا الصوت اللي هو ثلاثة ويما نقطتين. بعدين دين. ملاحظة تساعدك. هى قوس Ready. هذا الصوت دائمًا نلقاه على شكل IR بس مو قاعدة تسعين بالمئة راح تلقاه على شكل IR بنص الكلمة نادر دائمًا مثل عندك كلمة بد هواي كلمات صراحة هواي بس هواي راح ننخذ نيعي فمتى ما لقيت IR بنص الكلمة راح تحضر هذا الصوت بد بد آخر صوت وهو صوت أو هذا صوت الأو اللي هو رقم 12 هذا الشفايف تكون بها دائرية ويكون بيمد كلش طويل يكون بيمد كلش طويل شوف بالمحاضرة السابقة احنا اخذنا هذا وفي الصوت الضمه هذا يشبه بس شنو هذا طويل شون اتميز بيناتنا؟ اتميز لن بنقطين هذا بيطول بيطول كلش كلش مهمات وإن شاء الله نمتحن بيهم الشد لحالة نشوفكم بدارس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته